السلام عليكم معكم محمد انديل وحلقة جديدة من لازعة انديل في الحلقة دي انا بوجه نداء للسيد صلاح خاشقجي ابن المرحوم جمال خاشقجي ولو حد بيسألني انا صفتي ايه علشان اوجه النداء ده فصفتي بصراحة في القضية دي صفتين الصفة الاولى هي ان مواطن العربي همه الاول والاخير هي سلامة الوطن العربي كله ولان مدرك تماما ان موضوع خاشقجي بيتم استغلاله للاضرار بدولة عربية اسلامية عزيزة على قلبنا كلنا هي قبلة المسلمين والصفة التانية هي ان الكلام اللي هقوله ده هو كلام بيقوله شريحة كبيرة جدا من الشعب السعودي وجزء منهم طالبني ان اوصل رسالة دي للاستاذ صلاح خاشقجي فحب ناشد السيد صلاح خاشقجي واقول له يا سيد صلاح اما انا وانت انتهي هذه المهزلة المهزلة اللي اسمها خديجة جنكيز فخديجة بتسوق للعالم كله ان هي كانت خطيب تراحل والدكم وبتلف من مكان لمكان على الاساس ده وبتحاول تشوه صمعة المملكة العربية السعودية اللي هي بلدك وما يخفاش عليك ولا عليها ولا على السادة المتابعين ارتبطها بالمخابرات التركية وكمان ما يخفاش عليك ان النظام التركي عايز الشغل بلادك لأسباب اكيد حضرتك عارفها كويس منها على سبيل التذكير مثلا تدويل الحرمين الشريفين وإيقاف التنمية الاقتصادية والتنمية العسكرية نهيك عن مؤامر التقسيم السعودية وتدميرها تغيرتك يا استاذ صلاح اللي حضرتك قلتها بعد الاحكام القضائية اللي تمت على المتهمين وقلت فيها انصاف القضاء يقوم على مبدأين العدالة وسرعة التقادي فلا ظلم ولا مماطلة اليوم القضاء انصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال خشوجي ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيمه بانصافنا وتحقيق العدالة الحمد لله والشكر لله تغيرتك دي بتدل على ولاء وانتماء لبلدك السعودية ومع ذلك لسه خديجة بتتكلم بكل صفاقة وحقامة من الزلة تغريدة بتقول فيها ان هي غير موافقة على الاحكام القضائية وعلى المحاكمة بشكل عام طب هي بأي حق تقول كده يعني هي مين أصلا إذا كان ولي الدم الشرعي رضي بقضاء الله ورضي بحكم المحكمة السعودية فأنت مين بقى يا خديجة علشان تقبالي أو ترفضي حاجة تنرفس بجد والله يوص الصلاح فأرجو منك ان انت توقف المهزلة اللي اسمها خديجة جانكيز لأنها في الأساس ما تملكش أي دليل يثبت ان هي كانت خاطبته بالفعل وانا قلت الكلام ده أكتر من مرة قلت ان والدكم رحمة الله عليه لا يمكن يرتبط بواحدة زي دي حط على كده كمان ان هي لا تملك أي وصاية شرعية أو قانونية عشان تتكلم في الموضوع حتى لو فرطنا جدل ان هي بالفعل كانت خاطب انتم أولياء الدم الشرعيين والقانونيين ومفيش حد غيركم في الفيديو ده أنا أظهرت للناس خطورة تصريحات خديجة تصريحاتها اللي أظهرت ما يضمره النظام التوركي لبلدكم فقال أطرى معي يا أستاذ صلاح ان حضرتك مطالب بلجم هذه الدعية ولجم النظام التوركي وجماعة الإخوان المتاجرين بدم والدكم علشان بس يضروا ببلدكم في جهات كتير بتحاول تضر بالسعودية أستاذ صلاح وانت عارف وبيستغلوا الموضوع لصالح أجنداتهم السياسية الحقيقة أجندات كلها إضرار بالسعودية عن طريق فتح المجال للكوى الخارجية علشان تفرد هيمنتها وسيطارتها خديجة يا أستاذ صلاح بتطالب بمحاكمة بلدك ورموز بلدك في محاكم دولية فهل انت تقبل ان تنتهك سيادة بلدك واضح من مواقفك السابقة ومواقفك الحالية ان انت ما ترضاش أبدا بحاجة زي كده ولا ترضى الإضرار ببلدك أبدا علشان كده بكرر منجدتي ليك يا أستاذ صلاح انك تحاول توقف مهزلة خديجة جانكيز وكل المتاجرين بدم جمال خشورجي رحمة الله عليه أنا للصراحة مش عارف حضرتك ممكن تعمل ايه بس ممكن حضرتك تعمل حوار صحفي أو تلفزيوني أو حتى تغريدة تطالب فيها العالم كله بعدم التعامل مع خديجة جانكيز وتقول للعالم انها ملاقاش أي علاقة بولدكم أو لو كان لها علاقة فالعلاقة دي انتهت وما كانتش علاقة قسمية ويريد تقول للعالم ان النظام التركي اللي بيتبح الأكراد وبيقتل المسلمين وبيتاجرب اللاجئين السوريين وقضيتهم ما يهموش أبدا من قضية والدكم رحمة الله عليه إلا المتاجرة والإضرار بالمملكة العربية السعودية وإن النظام التركي والإخوان وخديجة جانكيز لا يمثلونكم ولا يحق لهم التحدث باسم والدكم من أن الرسالة دي توصل للسيد صلاح خشوجي وإنها هتلاقي منه تجاوب فوالله يا سيد صلاح إلا أنا بقوله لك ده هو كلام شريحة كبيرة من المجتمع السعودي وصلوا معي بالفعل وكلفوني بتوصيلي الرسالة دي لك وعادة في آخر كل فيديو بقول كفاية لسع لحد كده بس النهاردة حقول لأردوان والجماعة الإخوان والخديجة جانكيز كفاية مزايدات وكفاية تكسب وكفاية مؤامرات واتمنى للأستاذ صلاح خشوجي يقولها لكم برضو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته